آفية الطقوس المشتركة وفي أجواء العيد رافقت أمنيات ازدهار العراق وتغيير واقعه نحو الأفضل ودوران عجلة التقدم بمغتلف القطاعات تهاني أهالي النجف المناسبة مؤكدين أنها فرصة كبيرة للتسامح وتعزيز العيش المشترك كل عام أنتم بخير إن شاء الله عيد فطر مبارك عليكم على الشعب العراقي جميعا أنا اسمي عباس فاخر بصراحة أنا مقيم ببريطانيا حوالي سبع سنوات واجيت قبل يوميا للعراق أما بالنسبة على أجواء العيد يعني مختلفة تماما هناك من يجي العيد يعني ما حسينا بشعور حلو يعني يجي العيد يوم عادي عندنا هناك في بريطانيا أما هنا أنا أجواء مختلف يعني تحسزك بأجواء حلوة حياة أهلك وناسك ترتب للعيد تشتري ملابس هناك يومك عادي يعني يعني جدا يوم عادي وأنا مناسبة عفد دراستي وعفد شغلي في سبيل في سبيل هذا اليوم العيد عيد يعني اللي عدنا الكليجة هي عن طريقة يسوها الأهل عن طريقة الحجية الله يحفظها والأقارب وأن عمود اللمة أحنا هذا الشي والحمد لله والشكر يعني خير من الله هذا الشهر الفضيل مر بسلام وأمان يا رب ويا ربي نقول يتغير من واقع الشعب العراقي من حال إلى أفضل حال يا رب وعليكم وعيد مبارك علينا وعليكم وهذا الشهر العظيم وأحب أبارك لنا والشعب العراقي وقبل شوية شنا يعني أمي لهل كانت نكت العيد كل شي تختلف عندنا قالوا شي يعني عايدنا لهل والقرائب والأصدقاء وهسا حالين طالعين إحنا والوليد نانا بالنجاف وجاين نحتفل بهذا اليوم ترجمة نانسي قنقر